داي خلينا نتكلم شوية عن مرحلة المراهقة والمرحلة المتخبطة اللي بتمر بيها البنت أو بتمر بيها الست بما أن كتابك يعني متخصص أكتر للسيدات أو للبنات طبعا احنا همنا جدا أننا نتكلم كمان عن الولاد بس هنخلينا نتكلم أكتر عن البنت لأنه الكتاب لي علاقة أكتر بالبنات وبالسيدات مرحلة المراهقة مرحلة مش سهلة مرحلة المراهقة مرحلة بتمر بيها البنات بظروف كتير جدا جدا صعبة هلميني شوية عن فكرة دي وعن المرحلة دي وعن تغذية سليمة المرحلة دي وزي الأم تساعد بنتها أنها تعدي المرحلة دي من غلال التغذية بالضبط أنا قبل ما أبدأها هقولك أن 70% من الأمراض النفسية بيكون سببها تعامل الأهل مع أولادهم خلال فترة المراقع 70% دي متخيلة رقم قد إيه كبير يعني الاضطرابات السلوكية اللي بتكون نتجة في مرحلة بقى أن هو بقى شخص يافع وناضج بتكون سببها التعاملات الخاطئة مع الأطفال خلال فترة المراقع بالنسبة للبنت البنت محتاجة معاملة مختلفة تماما عن الولد لأن البنت بتتأثر بسرعة بيكون عندها لخبطة هرمونات الولد بيكون عنده هرمون واحد البنت عندها أكتر من هرمون بيأثر فانفعلتها وتوتراتها بالإضافة إلى الاهتمامها بمظهرها الخارجي كأنسة فبتبقى متخبطة ما بين المشاعر اللي أنا مش عارفة دي إيه سببها ولا أنا ليه بزعل وإيه التغيرات الجسدية اللي بتحصل في جسمي وأنا مش فهمة إيه اللي بيحصل معايا وطبعا بيصاحب مرحلة المراهقة زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن في إما هي بيبعدها بداية سمنة أو أن هي بتبقى رفيعة فمتدايقة من شكل جسمها واشمعنا شكلي كده مقارنة بصحابي وحاليا إحنا في نوع من أنواع الحرب في كل البيوت بسبب السوشيال ميديا إنه البنت بتبص الله يا مامي بصي شكلها وشعرها وعنيها وجسمها وأنا عايز ألبس دا لأ مش هتلبسي دا فبنبقى ندخل بقى في صراعات وفي تحدي بتؤدي في الآخر إن انت بتبقى فيه فجوة ما بين الأم والأب وما بين الأولاد فإحنا اللي محتاجين نعمله إن احنا نقرب الفجوات الزمنية دي عن طريق إن احنا نهتم بالصحة النفسية نهتم بالصحة النفسية إزاي؟ هدعم سخوتها بنفسها على قد ما قدر هتأكد من التغذية السليمة لها لأن أنا كل ما أكلت أكل صحي كل ما قال عندهم الاضطرابات السلوكية اللي بتكون موجودة مهم جدا إن أنا أشغل وقتهم أنا ما يبقاش عند الطفل أو المراهق أي وقت فراغ ادتلو وقت فراغ اتأكد إن فيه كوارث هتحصل أشغل الوقت بإيه؟ الجياضة شيء مهم جدا علشان تشدي جسمك وتحفظي على نفسك والشيء بتاعك وحياتك النفسية وصحتك الجسدية تكون كويسة الأكل ليه مواعيد؟ الجولز والحدود والضوابط اللي بتتحط اللي أنت هتحطيها وهتبنيها في مرحلة الطفولة هتكمل معها للمراهقة هتكمل معها لما تبقى سيدة متزوجة ترجمة نانسي قنقر